اشتركوا في القناة وكان ان الاعلان يتضمن رسائل نبيلة سطرها حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه ليكرس نهجا قويما يعتد به ويقدم نموذجا بحرينيا فريدا من نوعه في التعايش الانساني صدا كبير اخذته وثيقة اعلان مملكة البحرين والتي جشنتها في روما عاصمة الجمهورية الايطالية لجميع انحاء اوروبا هذه الوثيقة التي تأتي ضمن المبادرة الدعمة للسلام والامن والاستقرار التي تطلقها مملكة البحرين لنشرها الى العالم اجمع من خلال سيرها على نهج قويم اسسه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه فقد اشهدت صحيفة فاماكيليا كريستيانا باعلان مملكة البحرين كوثيقة عالمية لحرية الاديان والتعايش السلمي واكدت على ان البحرين ملتقى للحضارات والشعوب من خلال استذكار كلمات قداسة البابا فرانسيس بابا الفاتيكان عند زيارته لمملكة البحرين هذا واشارت صحيفة دايالوج انترليجس من جانبها الى ان وجود مختلف الاديان ومنتسبيها والحفاظ على دور العبادة المختلفة على مر السنين دليل واضح على تطبيق المعايير الدولية في حرية الاديان والتعايش السلمي والذي يعتبر من اساسيات الحقوق الانسانية وقد ذكرت صحيفة فورميتشي ان اعلان مملكة البحرين يؤكد ان المملكة قد اتخذت خطوات متقدمة لتضع نفسها على الخريطة الدولية وانها اليوم تقود نموذجا عالميا للتعايش السلمي من جانبها اكدت وكالة انباء انسا الايطالية ان تجشين اعلان مملكة البحرين في اوروبا انطلاقا من مدينة روما الايطالية يعكس دلالات هامة تعزز العلاقات الثنائية الوطيدة بين مملكة البحرين والجمهورية الايطالية واكد موقع اس اي ار على صفحته الالكترونية ان اعلان مملكة البحرين يعزز مدى ادراك المملكة لاهمية تكريس حرية الاديان والتعايش السلمي كاسلوب حياة على مدى سنوات طويلة تحقيقا للسلام والامن لجميع فئات المجتمع هذه الوثيقة ترجمت الاسس التي تسير عليها المملكة لتقدم للعالم اجمع نموذجا حضاريا ومتقدما في مجالات التعايش السلمي واحترام حقوق الانسان